شكراً غادة كانت بوسط البلد وهلأ وصلنا لفقرة التغذية مع رند الديسي واليوم دا تحكي لنا عن نوع الدايت اللي قادينا عم نسمع عنه كتير مؤخراً اللي هو الكيتو صرح؟ طباح خير طباح الورد احكي لنا أول شي شو هو هذا الدايت أوكي هلأ بشكل عام رح نبلش نحكي عن الكيتو دايت شو هو؟ رح نحكي شو الشروط اللي لازم اتباعها خلال هذا النظام الغذائي اوكي إذا بنرجع نعرف الكيتو دايت هو عبارة عن نظام الغذائي عالي جداً بالدهون معتدل بالبروتين وقليل بالنشويات بحيث أن النشويات بتشكل 5 إلى 10% من السعرات الحرارية اللي احنا منتناولها البروتين بيشكل من 20 إلى 30% من السعرات الحرارية اللي احنا منتناولها وبقية السعرات لحد 60 إلى 65% بيشكلها الدهون اوكي ولكن لازم أنه نحنا نتبع هذا النظام عن جد لازم مع أخصائي تغذية أو أخصائي التغذية يكونوا مختصين بالتغذية ويعرفوا يعملوا العمليات الحسابية للاستفادة من هذا البرنامج الغذائي هلأ هذا البرنامج أصلاً نعمل للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل فيه زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ فالأشخاص اللي كان عندهم سبسز هن الأشخاص أبلابسي أنا آسفة الأشخاص اللي عندهم أبلابسي هن الأشخاص اللي بيستفيدوا من هذا النظام الغذائي لأنه تثبت الدراسات أنه كل ما قل عندي النشويات لأنا بستهلكها كل ما قلت الشحنات وتذبذبات هاي الشحنات الكهربائية بالدماغ اللي بتأدي إلى الأبلابسي أو اللي نحن نسميه الصرع طب قبل ما تحكينا عن الشروط رند أنا دائما لما نسمع أي إشياء عالي الدهن نحن ننقذ من نفكر بي مش بس بالنصاحة يمكن كمان بالأمراض المرافقة مرات بتكون للإشياء عالية الدهن فهل هو يعتبر دايت صحي؟ بيعتمد على الطريقة اللي إحنا منتبع فيها هذا النظام رانيا إذا الأشخاص عم بتجيب هذا النظام من الإنترنت وأنا شخص غير واعي عن النظام الغذائي اللي أنا عم بتتبعه عم بشوف لائحة غذائية نحطط على سبيل المثال إليك أو نحطط على سبيل المثال لشخص معين بطول مختلف بوزن مختلف بإحتياجات جسدية مختلفة وكمان بنسب نشويات مختلفة أكيد رح يؤدي إلى أعراض جانبية واليوم رح نحكي عن هذا العارض الجانبي اللي نحن بنسميه الكيتو فلو اللي هي الأعراض التعب الشديد والغثيان والاستفراغ في بعض الحالات اللي بنشعر فيه وممكن أنه يرفع نسب الكوليسترول السيء ممكن يخفض نسب الكوليسترول الجيد ويرفع الدهون الثلاثية بالإضافة أنه يزيد من تراكم الدهون على الكبد إذا أنا ما اتبعته بطريقة صحيحة ومعنى كلمة طريقة صحيحة يعني جسمك غير عن جسمي احتياجاتك غير عن احتياجاتي نسب النشويات اللي أنا بستهلكها على شكل يومي أكيد مختلفة عنك فقبل ما أنا آجي أعمل هذا الدايت لازم أنا أستشير شخص مختص لحتى أول إشيء يعرف بشكل عام كمية النشويات اللي أنا كنت أستهلكها على أساس هاي الكمية رح أقدر أعرف شو نظام الغذائي الكيتو اللي أنا رح أتبعه لأنه نسب النشويات بتتراوح مثل ما قلنا ما بين 5 إلى 10% والأفضل إنه للشخص اللي كان بيستهلك نسب نشويات عالية أول أسبوع إلى أسبوعين من الكيتو دايت يبلش بـ 15% نشويات بعدين بعد بأسبوعين بننزلهم إلى 10% وبالأخير بنوصل إلى 5% بس إذا أنا جبت هذا الدايت من الإنترنت أو جبته من الدايت تبعك ويجيت أنا أتبعه للأسف اللي رح يصير إنه احتياجات جسمك مختلفة عني كمان نسب النشويات اللي أنت بتستهلكيها مختلفة تماما عني بيأدي إلى رفع مستويات القوليسترول دهون الكبد بدل ما إنه يعالجها وأنا عن جد شفت حالات عديدة عندي كنا نبلش بمشاكل بالقوليسترول كنا نبلش بمشاكل تراكم دهون على الكبد وأوزان كتير مرتفعة نعمل هذا النظام الغذائي لمدة معينة بعد الاتباع نرجع نفحص القوليسترول أو الليبت بروفايل مستوى الدهون الموجودة بالجسم وبالدم وبالأخص المتراكمة على الكبد وكنا نشوف فرق رائع فإذا اتبعنا صح ممكن يكون عن جد طريقة مثالية للتغذية العلاجية لبعض من الأشخاص طيب هلأ دي حكي لنا بدك في قلتينا في 7 أو 8 شروط صحيح هنه 7 إلى 8 شروط هنه يسمى شروط اتباع الحمية الغذائية الكيتوزية أو الكيتو دايت هلأ بشكل عام كتير أشخاص بتسمع أنه بيصير عندها كيتو فلو واللي هي أعراض مشابهة لأعراض الرشح لما نحن نبدأ بهذا النظام الغذائي وهذا الشي طبيعي ووارد من أهم هاي الأعراض اللي الشخص بيشعر فيها أنه بيكون عنده غثيان في بعض الحالات بيصير عنده استفراغ في بعض الحالات بيكون في عندي تعب شديد صداع، إرهاق، قلة في الحركة، الرغبة الدائمة في النوم في بعض الحالات كمان ممكن الشخص يصيبه أوجاع بالعضلات وبالعظام هاي الأعراض نحن بنسميها كيتو فلو هي مش عن جد رشح فاللي بيقولك أنا رشحت هو مش رشح هو أعراض مشابهة لأعراض الرشح عشان هيك تسمى الكيتو فلو سبب الرئيسي للشعور بهاي الأعراض هو الانقطاع المفاجئ عن النشويات وعشان هيك أنا دائما بحكي لحتى نبلش بالكيتو دايت لازم أنه نحن نعمل فترة تدريجية نتدرج بانقطاع النشويات لما نشعر بهاي الأعراض رح نشعر فيها إذا نحن بشكل مفاجئ بطلنا نستخدم النشويات أطعناها نهائيا وحولنا كل استخدامنا للدهون عادة الجسم متعود على استخراج النشويات أو الطاقة من النشويات اللي بتكون موجودة بالجسم وهاي عملية كتير بسيطة وكتير سهلة للجسم ولكن لما نحن نعدم النشويات من استهلاكنا هذا الإشي بيأثر على خفض مستويات السكر بالدم بنقضي على مخزون السكر في الكبد والعضلات اللي يسمى غلايكوجين والجسم بيبلش يكسر الدهون ليستخرج من الأحماض الدهنية الطاقة بهاي الطريقة احنا بنستخرج طاقة ولكن بتكون تسمى كيتون باديز أجسام كيتونية الجسم بقدر يستخدمها كمصدر للطاقة ولكن بتكون متعبة بالنسبة له إذا أنا درجت الجسم ما بين من استهلاك الجلوكوز لمصدر الطاقة السكر الدم كمصدر الطاقة إلى استهلاك الأجسام الكيتونية تدريجياً رح يكون سهل إذا كان مفاجئ رح يكون صعب وللأسف رح يؤدي إلى الشعور بالكيتوفلو اللي حكينا عنها هلأ نيجي للشروط بشكل عام في عندي سبعة شروط لازم أنا ألتزم فيها خلال اتباع هذا النظام الغذائي نحكي لأيهم السبعة أول شيء هذا كان النقاش الشرط الأول أنه أنا أخذ كمية سوائل كافية ورح نحكي ليش لازم أخذ كمية سوائل كافية الشرط الثاني أنه أنا أرجع أعيد مستوى المعادن والأملاح للجسم وبالأخص لما نحكي عن البوتاسيوم الماغنيزيوم والسوديوم الملح ثالثاً لازم أنا أنتبه على الحد من الرياضة المتعبة جداً حتى ما أرهق جسمي وما أأدي إلى خسارة كبيرة بالطاقة رابعاً لازم أنا أنام لساعات كفاية لحتى أعوض التعب اللي بشعر فيه خامساً أنه نحنا لازم نتأكد من الحصول على كميات من الدهون كافية وسادساً هاي الدهون تكون من مصادر صحية مش من الزبدة السمنة الكريمة مثل ما بعض الأشخاص بتتبع وسابعاً لازم أمتنع عن الفواكه والعصائر بشتى أشكالها صرت أحسه صعب بالأول هيك كنت فكرته سهل شوفي هو مش صعب إذا أنت تتبعتي مع شخص بيقدر يعملك بطريقة حلوة ولذيذة وعرف كيف يتدرجلك من انقطاع النشويات أو وجود النشويات إلى انقطاعها رح يكون سهل جداً وحلو طب نبدأ بالسوائل مظبوط هلأ بشكل عام دائماً الأشخاص اللي عندهم احتباس سوائل يفضل أنهم يتبعوا هذا النظام الغذائي لأنه بيؤدي إلى التخلص من العديد من السوائل المحتبسة بالجسم لما أنا أوقف النشويات الجليكوجين السكر المخزن بالكبد والعضلات الجليكوجين كل 3 جرام من النشويات سوري كل جرام من النشويات بيحمل معه 3 جرام من المي فأنا لما أقطع النشويات لما أفرغ جسمي من مخزونه من الجليكوجين رح يتفرغ كمان من السوائل للأشخاص اللي عندهم احتباس سوائل هذا الاشي رائع ولكن لما عندهم احتباس سوائل ممكن يؤدي إلى الجفاف فلازم أنا أزيد من احتياجاتي اليومية من السوائل على الأقل من 500 ملي إلى لتر زيادة عن احتياجاتي اليومية باليوم الواحد لما نيجي نحكي عن المعادن جسمنا لما يكون عم يتبع هذا النظام الغذائي أكيد إحنا ما عم ناخد نشويات فالكلا عندي أو سوري البنكرياس عندي ما رح يفرز انسولين صح؟ لأنه أنا ما عندي نشويات أتعامل معها بالانسولين قلة إفراز الانسولين من قبل الجسم بيخلي الكلا تتخلص من عدد أكبر من ذرات السوديوم لخارج الجسم فبشعر أنه أنا دائما عم بتخلص من الأملاح في بعض الحالات الأشخاص بقولك أنا بشعر بدوخة أو بشعر بدوران وهذا الاشي طبيعي لأنه كتير عم بيخسر جسمه أملاح فلازم أنه يعيد هاي الأملاح للجسم وهذا الاشي يعتبر مفيد للأشخاص لعندهم ارتفاع في ضغط الدم موسيقى